موسيقى موسيقى أنتوا تصوروا 400-500 سنة كانت كافية أن الديانة الفرعونية تؤثر في الشعب ما يسمى ببني إسرائيل يؤثر فيه لأن دائما دير بالكم القوي المتحكم أكدتوا لاحظوا مثلا الدول التي استعمرها الأوروبيون بشكل عام دول العالم أكثرها تحول مسيحي الدول التي استعمرتها أوروبا أكثرها تحول مسيحي إلا في بلادي المسلمين أنهم المسلمين أقصد العرب العرب ليس سهل أن تحولهم يعني انسوا قضية الشذوذ هنا وهناك لكن العرب استعمروا لكن ما في شعب غير عقيدته من العرب بس في مسلمين غيروا يعني دخل الاستعمار الفلبين والمسلمين أكثرية طلع الاستعمار الهولندي من الفلبين والمسلمين أقلية يعني هم مسلمين مش عرب إيش يعني مش عرب ما بفهموا الإسلام العربي العربي قرآن وسنة إيش ما يفهم فذلك لاحظوا ولا الشعب من الشعوب العربية غير وبدل في اتجاه دين المستعمر في اتجاه دين بالعكس هي المقاومة الشديدة للغزو الفكري في بلاد العرب بالدرجة الأولى العرب مش المسلمين بشكل عام المسلمين في عليهم خوف اللي هم مش عرب لأنه قد ما بفهموا الناس قد ما بفهموا بصيروا محصنين قد ما بفهموا بصيروا محصنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة